سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أهلا وسهلا ومرحبا أهلا بحضرتك مبدأي أن أحب أقول حضرتك أن أنا بعزك جدا زي والدي اللي يرحمه الله يرحمه رحمة واسعة يا هنم حضرتك قدوة كبيرة الله يجبر خطرك يا رب ويرفع قدرك ويرحم والدك رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين ويلحقنا بي على الخير يا رب اللهم أمين كنت بس عايزة أسأل حضرتك عن حكسين كده فضال طيب أنا دلوقتي بشتغل في شركة شركة كمبيوتر سمام آه في من ضمن شغلي أن أنا بعمل مينيوهات للمطاعم والكافيات والحاجات دي ففي مرة كتبت مينيو كان فيه يعني هو أنا ما كنتش عارفة ده ينفع ولا ما ينفع بس أنا اضطرت يعني أكتب في الوقت كتبت مينيو كان فيه آآ يعني شيش ومع السلاح آي فهل أنا كده آآ هكون شيلت الزند على أن أنا عملت الحاجة دي أنا وقتها ما كنتش عارفة هل هل ده حرم أو أن أنا ما ينفعش أكتبه أو لأ وكده وكان فيه يعني كلمة من ضمن الأصناف اللي أنا يعني كتبتها آآ كلمة يعني بيرة يعني فأنا الصراحة أنا بقالي ثلاث جمع آآ بحاول أتواصل مع حضرتك بس حضرتك ما كنتش بتاخد آآ اتصالات وكده فأنا بقالي فترة مش بنام بصف الموضوع ده معاك حق طبعا معاك حق أنك ما تناميش آآ فالنظر يعني وانت بتكتبي بيرة كده ما شدش انتباك ما لفتش انتباك ما هو أنا أنا يعني سألت فيه يعني سألت بعض زملائي فيه اللي قال لي يعني أنا عايز أسأل سؤال لا سمح الله اللي جاله مغص يسأل أحد زملائه اللي يعني بتوجعه يسأل أحد زملائه ما أنا ما كنتش يعني ما كانش قدامي حد يعني بصراحة انت جايبالي عزر أقبح من زمل على أية حال ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم يتوب على منتاب أنا عايز أقول اللي انت عملتي دوت لا هو خطأ وحرام ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنا ما صممشي مني قائمة ما صممشي قائمة مأكلات أو قائمة مشروبات محرمة لا ما صممهاش ما لفيش علاقة بالموضوع ما صممشي قائمة قلبة السجاير بـ 20 جنيه حجر الشيشة بـ 5 جنيه طبعا ما عارفش الأسعار والحاجات دي مش عارف البيرة بـ 20 جنيه ولا ما عارفش أي مكان يعني ما صممش حاجة زي كده ما لفيش علاقة بالقصة دي خالص وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أنت عملت الموضوع ده صدر بقى بطريق الإهمال منك أو بطريق الخطأ أو أنت لم تحتاطي جيدا وعملتيه خلاص لا استغفر ربنا وتوب إليه وإذا كان جالك أجر مباشر على هذا العمل خلاص تصدقي بهذا الأجر وإنت عارفة أنك بتتصدقي به أنك بتتخلصي من هذا المال خد بالك بتتخلصي منه إنما لازم أبقى عارف أن الله طيب لا يقبله إلا لإيه إلا الطيب يعني مش حد جاله 200 جنيه من الشغلانة دي فعمل نفسه بقى رح حطهم في صندوق الجامع بقى أنه عمل صدقة نقوله لا إن الله طيب لا يقبله إلا طيب وما له عمل إيه هو تخلص من هذا المال عشان ما يأزهوش تمام كل لحم النبات حرام فالنار أولى به فاللي حصل على فلوس حرام تمام وما يعرفش يرجعها لمصدرها مثلا فبيتخلص منها تمام كده تمام طبس هو أنا يعني هو طبعا أنا باخد راتب شارفة مش عارفة يعني الجزئية دي يعني أطلع عليها قد إيه أو هعمل قد إيه بالظبط اشترك أنا قدت دقيق في كلامي قلت إذا الشغلانة دي تجي منها مبلغ أنا عارفه هعمل كذا ما جاش قدني بقدر مبلغ كده وبطلعه طيب يا جماعة أنا يعني عشان بنتنا السائلة دي تتسألتنا السؤال ده مهم جدا احطاطوا جيدا للؤمة العيش اللي بتدخلوها في بطون حضراتكم لي لي أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة لي برضو كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به لازم ناخد بالنا من الجزئية دي عشان ربنا يبرك لنا في حياتنا ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا قلنا له نعم ألكلوا من طيبات ما رزقناكم الطيبات مش ناكل حاجة فيها شبهة لسمح الله تفضل طيب السؤال التاني هو يعني في بعض الألعاب دي ألعاب الأطفال مثلا من حاجات اللي بيجي بيبقى فيها اللي هو الزهر اللي هو النار ده لا يجوز الهل الألعاب دي حرام ما نقولته لا يجوز يعني بلاش مسألة هي مش كل حاجة حرام ودرجات التحريم متفوتة بقى إحنا خلاص اللعبة اللي فيها نارد والحاجات دي لأبلاش منها لا تحت أمر بنا يصلح حالك يا رب ويرحم والدك رحمة واسعة ويتقبلوا في الصالحين شكرا ليك سلام عليكم